موسيقى مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع رياح نشطة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أيضا أمطار رادية في المناطق الجنوبية وخاصة الجنوبية الغربية من المملكة وأجواء حارة بشكل عام مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل أماكن هطول الأمطار نلاحظ أن هناك فرصة لتساقط زخات رادية من المطار في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة فقط لكن بقية المناطق أجواء حارة وأيضا في المناطق الشمالية رياح نشطة مثيرة أيضا للغبار والأتربة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض أجواء معتدلة إلى لطيفة ودرجة الحرارة الصغر المتوقعة 25 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء مضرة في الرياض وحارة وجافة درجة الحرارة العظمى 39 وأجواء حارة وجافة نسبيا حارة نسبيا وجافة في الليل ودرجة الحرارة الصغر المتوقعة 26 درجة مئوية يوم الأثنين أيضا أجواء حارة وجافة درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 37 درجة مئوية وفي الليل أجواء لطيفة إلى معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية يوم الثلاثة أجواء حارة وأيضا العظمى المتوقعة 37 لكن الأجواء بالليل ما بين لطيفة إلى معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 24 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة نلاحظ أن المناطق الشمالية أجواء مغبرة حارة جافة حارة نسبيا وجافة سكاكة 32-20 عرعر 33-19 تبوك 34-19 درجة مئوية المناطق الغربية من المملكة أجواء حارة بشكل عام المدينة المنورة 39 العظمى والصغرى 26 جدة 36-24 مكة المكرمة العظمى 42 أجواء حارة بامتياز والصغرى 27 الطائف أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر الباحة 26-18 أبهة 28-15 جازان 34-30 درجة مئوية الصغرى والمناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة بشكل عام حفر الباطن أجواء مغبرة وحارة وجافة العظمى 37 والصغرى 25 الدمام 35-25 والإحساء 41-26 إلى 27 درجة مئوية مع أجواء حارة أيضا بوضوبة والمنطقة الوسطى ومنطقة الرياض حائل 33-20 وابريد العظمى 38 والصغرى 23 الرياض أجواء مغبرة وحارة العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم ولكم تحية طيبة من طقس العرب وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر